حرب ضروس تقودها كبريات الدول ضد فيروس كورونا ورغم الدعوات للتعاون المشترك في مجالي الأدوية واللقاحات إلا أن الدول تبادر لاتفاقات جانبية للحصول على لقاح ناجع ودواء معتمد كما هو الحال لدواء رمد زفير الذي ثبت فعاليته لمعالجة كوفيد ناينتين هو دواء يستهدف الفيروس فقط وهذا الدواء يمنع هذا الفيروس من أن يتكاثر ويسرع في الشفاء من جهة ثانية يسابق مطورو لقاح أكسفورد الزمن لاعتماده فتأتي نتائج اختبارات المرحلة النهائية مشجعة حيث الاستجابة المناعية للتجارب البشرية تبدو إيجابية ثمانية ألف متطوع تم تسجيلهم في المرحلة الثالثة من تجربة أيزا دي 12-22 الذي تم ترخيصه لشركة أسرازينيكا نحن سعداء للغاية لأننا نرى الاستجابة المناعية الصحيحة يوما بعد آخر نقترب من نتائج اللقاح الذي من المتوقع أن يطرح بحلول شهر تشرين الأول هذا العام لكن في الوقت الحالي يرى المختصون أن كرة الوقاية هي في ملعب الشعب الشعب والفرد سواء في العراق أو في كل العالم الآن لديه الوعي الكافي ويجب أيضا أن يتثقف أكثر ويتعلم كيف يحمي نفسه ويحمي المجتمع لأن هذا الوباء موجود ولا داعي للاستهزاء أو لا داعي للاستهانة بهذا المرض لأن حرص الإنسان على نفسه وحرصه على مجتمعه هو واجب شرعي وقانوني وإنساني في الوقت نفسه أكدت منظمة الصحة العالمية من أن غسل اليدين والتباعد الاجتماعي قد يكون هما السبيل للتعامل مع فيروس كورونا ومكافحته وقد يكون لهما دور مماثل للدور المتوقع للقاح يأمل القائمون على لقاح أكسفورد أن يحرز تقدما في وقت مبكر ومع مخاوف تفشي الوباء مجددا يستمر السباق لتطوير لقاح فجامعة إمبيريال هي الأخرى بدأت التجارب البشرية على لقاح واعد لأربعين مليون جرعة في الربع الأول من العام القادم بوركان الشكرشي العراقية الإخبارية لندن اشتركوا في القناة